السلام عليكم مرحبا بكم في اليوم السادس وهو اليوم الأول من الأسبوع الثاني تمرين اليوم عبارة عن عضلات الذراع فقط الأمامية والخلفية مع عضلات البطن تمرين اليوم عبارة عن 40 ثانية لكل تمرين مع راحة 20 ثانية بين كل تمرين والآخر فقط في حالة ننحرك عضلات الأدرع عندي أول جولة 5 حركات لعضلات الذراع الأمامية بتكرارين متتاليين للحركة نفسها بين التكرارين راحة 20 ثانية بعدها 5 حركات لتحريك العضلات الخلفية للدراع بتكرارين متتاليين لنفس الحركة بينهم راحة 20 ثانية بعدها راح ندخل في جولة البطن جولة البطن ما بينها راحة وراح تكون هنا 60 ثانية لكل تمرين بدون تكرار للتمرين نفسه راح تكون عشرة تمارين متتالية بعدها راحة 60 ثانية آخر جزء في تمرين اليوم راح نرجع للترايسبس والبايسبس اللي هي عضلات الذراع الأمامية والخلفية راح نسوي نفس الحركات اللي سوناها في الأمام بس بدون تكرار بمعنى مجمل عشر حركات للذراع الأمامية وللذراع الخلفية خمسة للأمام وخمسة للخلفين راح يكون راحة بين كل التمرين والثانية 20 ثانية آخر حركة اللي هي بدون تكرار راح تكون للذراع الأمامية التمرين قوي يحتاج إنك تكونين مستعدة معاك أثقالك ومعاك فرشتك وفقط قوي نفسك واستعدي ذهنيا دائما حط في نقطة إن الكوع أثناء تحريك الثقل سواء للذراع الأمامية أو الخلفية يكون ثابت أثناء انقباضها الثقل أو انبساطه إذا قبضت يدك أو انبسطتها سواء أنت تحركين أي حركة أي حركة للذراع الأمامية أو الخلفية كوعك يكون ثابت وحظ على في مساحة آمنة هذا كل شيء تمريني اليوم استعدي جبيع البتمويتك جبيع أثقالك وفرشتك وبعد التحمية هيا بنا بسم الله مع أول تمرين انقباض الذراع بطريقة موسعة معنى آخر إن إذنك راح تجي مع جانبين الخصر وليس أمام الجسم بالضبط ابدأي أقبضي الذراع فوق باتجاه العضلة الأمامية وبعدها أبسطيها بهدوء رجاع بهدوء أهم الشيء هنا في هذا التمرين أنك تركزين عن العضلة تحسي بالعضلة ويجعلها شد كأنها تتكور وبعدها ترتاح خذي شهيق أثناء الرفع وزفير أثناء النزوم راحة عشرين ثانية الحركة التالية نفس السابقة بعد الروحة تأكد يتحافظين على طول جسمك ثابت لا يتحرك للأمام أو يهتز اشتركوا في القناة حركة التالية بعد عشرين ثانية راحة حركة تبادل بين انقباض الأثقال من ريمين ومن رشمال لاحظة إنها ترفحها أمام الصدر بالضغط طريقة أمامية نرفعيها من ريمين ومن رشمال خذي شهيق الزفير خذي وقتك كامل بعد راحة عشرين ثانية نفس الحركة شكرا راحة عشرين ثانية ونبدأ في الحركة التالية اللي هي الجولة الثالثة راح نجلس جلوس كامل طريقة جميلة أنيقة أقيمي ظهرك رجعي كتافك للخلف وامسكي أثقالك ابدأ يقبضيها وابسطيها بهدوء اقبضيها على نفس مستواها يعني بدون مثل الفلايمين وشمال والقبضة نفسها أصابعك راح تكون للعلى بهدوء من فوق الفخذ أثقالك راح تتحرك من فوق الفخذ إلى أقصى درجة بعدها تنزل وبعد راحة عشرين ثانية نرجع للنفس الحركة اشتركوا في القناة الحركة التالية حركة تبادل الانقباض الايمن والعيسر بهدو اهم نقطة في هذه الحركة ان نحافظ على تباتل الجسم لا يتأرجح لما تبدأين تحركين يمين وشمال احتمال الجسم يتأرجح خاصة اذا كانت تقل جدا عالي لذا حافظي عليه حتى لو كانت حركتك اثناء التمرين بطيء شوي اهم شي التكنيك الصحيح والجسم ثابت موسيقى 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 وبعد راحة عشرين ثانية نرجع للنفس الحركة موسيقى بعد عشرين ثانية راحة حركة الانقباض بشكل طولي بهدون الحركات متشابهة لكنها تحرك لك العضلة من زوايا مختلفة حاود على الشهيق والزفير لما تقدر تثبت ظهرها بإمكانك تتكين أو تسندين ظهرك على أجدار شكرا بعد عشرين ثانية راحة آخر حركة في الجزء الأول وهي جزء العضلة الأمامية بعدها راح ندخل للعضلة الخلفية ترجمة نانسي قنقر عشرين ثانية راحة وحركة نزول الثقل بجوار الرأس يعني من حوالي الرأس بهدوء للمرة المليون أقول لك حافظي على كوعك ثابت انتبهي مو إذا ارتفع الثقل يتحرك للخلف وإذا نزل الثقل يتحرك للأمام لا أحافظ عليه ثابت حتى تتحرك العضلة بطريقة صحيحة حاول تشغطين بطنك هنا وحافظ على ظهرك بعد عشرين ثانية راحة راح ندخل لنفس التمرين شكرا بعد عشرين ثانية راحة ندخل في الجزء الثاني من العضلة الخلفية اللي هي الضغط على العضلة الخلفية بقبضة معكوسة لاحظي إن أصاب عيدين في اتجاه الوجه إذا رفعت أثقالك رجاء شدي على العضلة أو اضغطي على العضلة من الخلف أثناء رفع الأثقال فوق وتتخلي شهيق أثناء النزول خذ زفير عشرين ثانية راحة ونفس الحركة شكرا 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 تمرين الثالث تمرين الضغط على العضلة الخلفية وقبضات اليد تكون متقابلة تغيير في قبضات اليد الأولى راح تكون أمامية طريقة معكوسة الثانية راح تكون متقابلة لا ننسى الضغط على العضلة الخلفية أثناء رفع التقل عشرين ثانية راحة ونفس الحركة خذي شهيق أثناء الرفع زفير أثناء النزول أركزي ترجمة نانسي قنقر عشرين ثانية راحة والتمرين التالي تمرين الضغط على العضلة الخلفية وراحة اليد متلاصقة معنى آخر إنها تكاد تكون متلاصقة نفس الثقل رؤوس الثقل متماسكة مع بعضها ترجمة نانسي قنقر عشرين ثانية راحة ونفس الحركة أثناء رفع التقل رجاء اضغط على العضلة من الخلف خذي شهيق نزليها وخذي زفير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عشرين ثانية راحة وآخر جولة في العضلة الخلفية بعد جلوس الجسم ابدأ يرفعي بعد إحكامك على رأس الثقل ابدأ يرفعي من فوق إلى خلف الرقبة العضلة قوية وأساسية لتمرين على العضرات الخلفية للدرع رجاء خذي شهيق زفير خذي شهيق أثناء النزول زفير أثناء الصعود وبعد راحة عشرين ثانية نرجع للنفس الحركة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا اخر تمرين بعد النفس الحركة سنتخل فيه تمارين البطن تمارين البطن قوية عظي على بطنك مشتود على ظهرك مستقيم ومرتاح تماما على الارض استعدي وحطي نقطة في قلبك وفي رأسك وفي دهنك انك قوية وتقدرين مهما كانت تعبية راح تواصلينك انت راح تنجزين انجاز رائع اليوم اول حركة ملامسة الثقل لاصابع الاقدام ارفع اقدامك بخط مستقيم امسك ثقلك امان صدرك وابدأي حاول تلمسينه للكاحل او اصابع الاقدام وبعدها ارجع ارجع ان كني حذرة لا تضربين قدمك ملامسة فقط اشتركوا في القناة بعدها مباشرة بدون راحة نزلي رجل على الارض احاضي على رجل مستقيمة الاعلى وابدأي تسوي نفس الحركة الثقل الامس الرجل المستقيمة هنا المستوى الاقل منه ان الرجل المستقيمة على الارض تنثني اشتركوا في القناة بعدها مباشرة بدل الارض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا شكرا التمرين التالي تمرين ثاني الركبة باتجاه الصدر وانكماش الجسم بمعنى ان الجسم ينطوي على بعضه تعبتي تقدرين تنزلين التقل عادي بدو خذي شهيق زفير لاحظي ان اثناء امتداد القدمين للامام لا تلامس الارض تقدرين الطريقة الثانية انك ما تمدين قدميك لا مجرد ما اذا انكمش الجسم ولامست الاثقال الكاحل تقدر تنزلين عطول تحت بدو ما تمدين قدميك هذا المستوى الثاني نزلي راحة القدم الاسفل حركة التالية بعد مناسقة راحة القدم بعضها وفتح الارجل والركبتين تماما للخارج ابدأي ارفعي تقلك لين متوسط الركبتين ورجعي يجي في النص بينهما اثناء ارتداد التقل للخلف رجعي ان انتبهي على سلامة الاكتف اشتركوا في القناة حركة التالية حركة تمرير الثقل من تحت الفخد كوني حذرة اثناء استعمالك للثقل خاصة اذا كان تقي الحركة السهلة من هذه ان راحة قدمك تلامس الارض بدل ما هي ما تكون مرفوعة راحتها تلامس الارض همشي هنا حافظ على الظهر مستقيم شكرا حركة التالية حركة الضغط في ثلاث نقاط على البطن وسعي بين رجولك شوي خلي ركبك شوي مضمومة اشفطي بطنك الداخل ابدأ ارفعي تقلك بجوار الرجل اليمنى بعدها بين القدمين بعدها بجوار الرجل اليسرى بجوارها معناها من الخارج بهدو واخذي شهيق سفير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحركة التالية حركة الضغط على البطن من الامام بطريقة متواصلة بمعنى اخر مجرد ما ترفعين تقلك لا لا تبدأ تضغطي بعدها مباشرة ابدأ اضغطي بطريقة متواصلة بمعنى ان الكتف لا يرتاح على الارض او الرقبة لا تنزل اشتركوا في القناة الحركة التالية فتح الدراع مع الثقل في احد الجانبين حركة البلانك اتكي على احد اليدين مؤخرتك في خط مستقيم مع جسمك بعد ما يمر الثقل من تحت الجسم مقابل للبطن ابدأ يرفعيه لاحظة ان الحوض اثناء التفاف التقل لاعلى والنظر مع التقل يلتف معه الحوض والخسر ايضا الآن نفس الحركة للجهة الاخرى وتذكر ان هذا اخر تمرين من تمرين البطن اليوم بدون اعادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر خلفية خمس تمارين للعضلة الامامية وخمس تمارين للعضلة خلفية بدون اعادة وتكرار ونختمها بتمرين للعضلة الامامية واحد فقط اعشر ثواني راحة حركة الاولى حركة الانقباض الموسع حفظي على ظهرك مستقيم ابدأي حفظي على الشهيق والزفير كوعك لا يتأرجح يلا انت قدها ما بقي شيء حركة الانقباض امام الجسم بطريقة متناوبة من ريمين ومن رشمال هذا التمرين الثاني فقطاء التمرين ودع عضلة الدراع الامامية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ودع عشرين ثانيا راحة حركة الجلوس مع انقباض الدراع اجلسي امسكي ثقالك حطيها فوق فخذك وابدعي اقبضي دراعك وابسطيها خذي شهيق زفير اشتركوا في القناة امامي بطريقة متناوبة لاحظة ان اليد اثناء الانقباض تتجاه في اتجاه الجسم مره مره شمال حافظي على الظهر ثابت جدع الجسم لا يتحرك ويتأرجح اشتركوا في القناة حركة انقباض الثقلين معا بطريقة طولية اشتركوا في القناة الثاني راحة هنا ندخل في الترايسبس اللي هي عضاة الدراع الخلفية اول حركة حركة نزول الثقل لاسفل بجوار الرأس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نضغط على الدراع براحة يد معكوسة شمعنى راحة يد معكوسة معناها اصابع دين راح تكون في التجاه وجهي لا ننسى نضغط على الدراع الخلفية اثناء رفع الثقل ناخذ شهيق ننزلها وناخذ زفير اشتركوا في القناة شكراً لكم بعد 20 ثانية راحة حركة الضغط على الدرعة الخلفية بطريقة راحة يدينك متقابلة صاب عيداني في اتجاه بعض كل ما كانت تقل أقل أسرعي كل ما كانت تقل أكبر ركزي أو أعلى ترجمة نانسي قنقر الآن بعد 20 ثانية راحة حركة الضغط على الدرعة الخلفية بطريقة راحة يدين متلاصقة أعرف أنها اشتعلت وهذا هو المطلوب لكي تزداد عندك حجم العضلة تزداد اللياقة تزداد القوة بالتالي يتكون شكل عضلة أو شكل ذراع جميلة تفكري كده و راح تستمرين بعد 20 ثانية راحة و آخر حركة في التراي سيفس بثقل واحد و بعد ما تجلسين على الأرض ابدأ يرفع ثقلك و أحكمي القبض على رأس الثقل من فوق الجسم إلى خلف الرقبة أو خلف الرأس بهدوخ ذي شيخ زفير و حافظي على ثبات ثبات الكوع لا يتحرك يمين و شمال أو أمام و خلف بعد 20 ثانية راحة آخر حركة في تمرين اليوم الضغط بشكل متواصل على حضلة الدراع الأمامية أحكمي القبضة على ثقلك و خليها مقابلة للكوع في خط مستقيم الدراع تكون في خط مستقيم الثقل يكون مقابل الكوع يبدأ يرفعيها بارتفاع بسيط و بشكل متواصل لا ترتفع الأعلى هذا راح يكون فقط نص الوقت أما النص الوقت الآخر من 40 ثانية لهو 20 دقيقة راح يكون ارتفاع كامل و انبساط كامل انقباض كامل و انبساط كامل أبراف عليكم خلصنا تمرين اليوم بقي التحمية مهم جدا جدا نسوي التمدد عفونا ليس التحمية مهم جدا لنسوي التمدد لا تتجاوزين رجاءا ارتاحي واستريحي و ابدأ يتمددي خذ شهيق زفير اشرب ماء شكرا لكم على استمتاعكم بتمرين اليوم و على جفدكم و انجازكم الرائع معكم المدربة اماني في امان الله نلقاكم في فيديو قادم لا ننسى دعم القناة بالاشتراك بها و مشاركتها و شكرا لكم في امان الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر